استدعيت من قبل الرئيس الصبح جوي أحد المرافقين أجا استحبني من الوزارة وأخذني وداني إلى موقع الرضوانية كارابانات كانت موجودة اثنين وكان الرئيس في إحداها حتى أول مرة طلبوا مني شوية أن تضرب كارابان الآخر قالوا هذا يحلق وبعدين دخلت عليه فقالي هاي رسالة تنقلها إلى زميلك مزير النفط السعودي ووصلها إلى الملك فهد وبنفس الوقت وجهني أنه أتصل بوزير النفط السوري موضوع محاولة ضخ النفط عبر سوريا هذا موضوع آخر الرسالة هذه كانت تضمن إشادة بالعلاقات العراقية السعودي ما الأسف الرسالة أنا أنه هذه وثيقة مهمة فأرسلتها إلى الرئاسة مو من حقي أحتفظ بيها تقولهم هاي اللي أعطانيها الرئيس وهذه بعد ما قريتها إلى تليفونيا إلى هشام الناظر وهو سجلها يعني أنا أقراه وهو كان يسجلها فكان إشادة بالعلاقات العراقية السعودية وأنه كيف اطورت العلاقات وأنه العراق لا غرض لديه باتجاه السعودية ولا ينوي القيام بإشب إضافة لذلك أنه يتفهم كيف أن السعودية وفرت الحماية لحكام الكويت هذه نقطة مهمة اللي غادروا الكويت لأنهم غادروا الكويت وراحوا إلى السعودية فأخاف يعني يصورون العراق زعل فهو كان يبلغهم أنه لا يا بلا أنا ما عندي مشكلة وياكم وعندي مشكلة أنه وأنتم بالعكس هذه من شيئا من العرب